اوه بلحب يا عبا بشرينة شونا للأخبار دقعت القرى بشلونها شونا قلت قلتلي رح نطولي محلول بس تعمل نائي اوكي هل نطولي محلول؟ اي نطولي محلول قلونات ستبع ان تبتح لتناولي يعني هذا اليوم الاول رح تخذ تنام بيه فعل مستشفى يا الله ان شاء الله تتم على خير وكل شيء يتم على خير مثل ما اريد احنا ان شاء الله قلوا امين يا با وهذا الوحيد اللي متونس من المستشفى بابا هاي الطبع مهماتك هاي من حوامل انت حامل؟ طبع طبع؟ طبع طبع الطبع هذه عبضة بل كيسكت وهمين ما قعد ما اعطي لكم والله صارت السيارة مالاسعاف بكيهومية بالليل ارجع ارجع الاسعاف ارجع الاسعاف واكر شيء بعض يعني هاي الايام صارت السيارة على الجميع بس سرين هاي تجي وتريحنا يعاني فيديو تعالي بس انها الحمد الله وشكر من تجي مباشرة المستشفى مباشرة الطب انه الغرفة جاهزة كل شيء جاهز يعني ما تحير ربا لازم سرها وهاي لا مباشرة ان تجي بوجهك غرفة خاصة اليك يعني انه متهيئين لهذا الشيء فهذا الشيء هم نعمة يعني مباشرة يكون الامر جاهز ونص يعني يقومون بواجبهم احسن ما يمكن وذاك الجني بعده قاعد يلحب بالغوفل ايه 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 ميع ميع مصر الحسن ملغة شوف جايبين الحسن ماتة ويانة بس باعوا باعوا هذا العشق ماتة هذا تشوفون هذا الصغير فان هذا المهم انشاء انت ايام ايام كلش يعني ماتة نسيه وحلوة وكصوصا من ايام اللي اجا بيها كوكي كان الاوال طفل يعني هي هجال ما اقولكم وان شاء الله هذا الشعور يحس به كل واحد اب جديد يحس بهذا الشعور مو طبيعي مو طبيعي فأيام كانت كلش حلوة ما شاء الله هسا قاعد تمشي ورح تجي اخته للدنيا ان شاء الله وحي سمون اثنين اشتركوا في القناة يا الله يبقى قلنا اقلنا اخمامها اخمامها يالله سهل يالله سياسة ساعة الخامسة دخلنا للمستشفى ساعة خمسة وخمسة حسا قاعد ننتظر ممكن ما يوصل لليلا وحنا البيبي ان شاء الله بحضرنا وهسا هيتخطط مال قلب ومال الالم اللي موجود يلا يا حبيبتي قلبي ان شاء الله ان شاء الله يسل عليك يا حبيبتي يلا قل يا الله قل يا الله ان شاء الله يلا ان شاء الله طبعا حسا شنو حسا حضرونا هذا المكان هذا المكان البيبي من ينولد سيكون هنا حضروا هاي الأشياء من هسا وصارت كوشي جاهز كما شوفوا المكان كل جاهز والحد الان يعني ما قاعد يقصرون بالمستشفى مهتمين بالعمر بشكل جدا راقي وان شاء الله اليوم نشوف بتنا على هذا المكان باذن الله طبعا رحت للبيت جبت ملابس وجبت الأغراض مع الطفلة اللي ان شنو لان هنا ما نعرف انو هل وضعهم نفس وضع ماربوك اللي ان المدينة اللي كان بيها هناك يحضرون كل شيء ملابس مارطفل كل شي جاهز بس بهاي المستشفى بصراحة ما نعرف يعني بعدنا انو مثل ما تعرفون احنا جديدين نبوخهم وهايس شنو جبت كل الأغراض جبت الملابس مع الطفلة كل شي صار جاهز والجنطة صار جاهزة وش نقول الهايفا يعني الله يساعدك لان يعني ما توقعون ومحا ما توقع الا الشخص اللي يكون قريب من زوجته بهذا اليوم الزوجة اللي تمر بي بهذا اليوم موضوع جدا صعب واتمنى كل يشاهدونه انو توقفون ويا زوجاتكم بهذا اليوم لان لازم تحسسها انو انت قريب عليها انت تحس بالألم اللي قاعد تحس به هذا اليوم كل شي مهم واكيد الرأفة والحنية لازم تكون موجودة به لان هذا اليوم راح يضع ذكره براس النسوان وما ينسنها مدى الحياة فاكيد عني وياها واقف ويوم بيوم بياها عايف شغلي عايف كل شي على موضوع هذا اليوم لان اكيد راح تهديلي احلى شي بالدنيا راح تهديلي بنوتة مثل ما هدتلي ولد حلو وان شاء الله هسا راح تجينا بنوتة حلوة وانشوفها راح نصير ان شاء الله بعد ما تجينا البنوتة الجديدة يلا هسا شنو راح اروح اروح للهيفا من جديد ويارب ان شاء الله بساعات قليلة وتجينا تنورنا البنوتة تعرفون موضوع الاسم مثل ما قالوا اهلنا وناسنا انو الطفلة او الطفل الاسم يجي وياه والله العظيم لحد الان بالمستشفى انا ما مكرر انو اش راح اسمي لان هيفا تعرف المريئة بالولادة وسمى ايشي المهم انا اولد و اكون مرتاحة بس انا لحد الان ما جايتني انو شو راح اسميها ما ادري ادنا اكثر من اسماء براسنة و سبحان الله ممكن اخر شيء بالولادة ممكن نقرر الاسم ونقول شنو اسمها فاهم شيء تجي بخير السلامة واكيد امي اهم تجي بخير السلامة ويا ربي كل واحد يشاهدنا يرزق الطفل او طفلة اللي تتمنوا انتوا ان شاء الله ويلا خلينا نكمل في الوقات انا ستجابوا هذا الجهاز انا بالمستشفى هذا الجهاز ماروكسجيني يعني حتى انو بالالام القوية يخفف الالام يعني هاي هو المعروف اول ما اشوفه يعني بس يمكن بديل للعبضة يعني احنا نستقبل ساعة بيش الساعة الماء البل سبعة ونص يعني صالنا الساعة فينا نصو المستشفى وان شاء الله ان شاء الله ما ابقى الا القليل في هالب سيان فارد الدولار الجاهر أبعد بني امرنا ما راح ننسى هاي اللحظات لحظات صعبة وقلق وغلام وهيفاء تمر بمعانات كلش قوية حتى بس تجي اميرتنا وتجي بتنا الغالي اللي راح تنور حياتنا وراح نفرح وراح ننسى كل هاي المعانات بس اول ما نشوفها لُشروع يسوى نولة الم vintage ��ometimes حياتي جميل جميلتي اللهم صلى على محمد جميلة اللهم صلى على محمد الحمد لله و شكرا رب يرجو كل محاول اللهم صلى على محمد و شكرا بخير و شكرا و شكرا و شكرا و أخير نوغتنا العميرة نوغتنا الملك جمعه ما شاء الله شباها خوغة شباها خوغة الحمد لله واشكر يا ربي إن شاء الله يرزق كل محروم جواه محمد وعلى محمد الحمد لله وشكره والله يعني جاهزي تفير حمد لله شئ نسان يا ربي سواءة شكرا مرحبا شكرا شكرا نوغتنا العميرة نوغتنا ماشاء الله شكرا 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 تنسى الهواء تثير الهواء تثير الهواء تثير الهواء تثير الهواء تثير الهواء ايكا هل الله صحتك حلوك؟ أخير كانت قويت و عائشت جديت و ما شاء الله علي خلستي و الله رزقت و أحلى مولودت يوم جميل أكيد؟ أفتح لهم متج أفتح لهم متج لا تبتن يا خيار يا قرب تذكر هذه اللحظات هي كوك هذه اللحظات هي كوك والحمد لله شكر الله رزقنا بأن نوتها وفتحنا ويا كاميرا يتفرج إيتي قال خار صاح مكاني فتح كاميرا فقط يجب يكتله يلا يلا مع شاء الله الحمد لله هذا اليوم صدق تحس أن العموهات عظيمات ويجب حملا هيته علم تحمل بطلات ويوم الولادة لم يكن أسعب من عندها صدق نتذكر هذا اليوم الولادة عموهاتنا ومعنا هنا لا يسمح لك أن الرجال يأتي ويشاركها بهذا اليوم ولكن لأسف لا يوجد كل الظلم لا يوجد هذه الآلام لا يوجد فيها ولكن هنا يجب أن تحس بالألم ألم أمك كل الأمهات في هذا اليوم شيء عظيم وطبعا تحياتنا لكل أم شاهدنا في هذا اليوم وطبعا 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 وطبعا